دكتور يعني بعيدا عن الجزء العاطفي اللي بيربط المصريين بأرض الوطن لكن لو لوجود حرص من الدولة المصرية على ضم كل المصريين سواء في الخارج أو في الداخل ما كانش هيبقى فيه حرص على المشاركة كتير من الخدمات اتقدمت للمصريين في الخارج وكتير من المشروعات اللي اتقدمت لربط أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج مع الداخل يمكن ده اللي بيساعد أكتر كمان على حرص المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات بصفة عامة؟ ده شيء حقيقي على فكرة ويمكن أجندة الدولة المصرية لم تغيب على الاهتمام بمشاكل المصريين بالخارج وأتلاحظي أن الفترة الأخيرة دي هات مثلا مشروع زي بيت الوطن لما تعمل في الدولة المصرية ووحدات سكنية ووفرت لمصريين بالخارج عن طريق الدولة المصرية وهاية المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان وكانت بمثابة جذب حقيقي واهتمام حقيقي مترجم على الأرض وبالفعل لهذه الفئة الكبيرة من المصريين بالخارج أيضا بعض التسيرات على استراد سيارات المصريين بالخارج يعني فيه الدولة المصرية وهي بتخطط على فكرة مش بصة على 27 محافظة بس مش بصة على مليون كيلو متر مربع اللي موجودين في الدولة المصرية واللي عايشين عليهم لا كان دائما على فكرة الدولة المصرية في فترة الأخيرة بدأت تعيد سياغة العلاقة ما بين مصر في ممثلة في حقومتها وكيادتها السياسية وما بين فئة كبيرة تجاوز العشعة و 12 مليون مصري بيقيموا وبيعملوا في الخارج وبيجوا في مصر في بعض الأجهزات إنهم بدأوا يحطوهم الدم عن يوم بدأوا يعتبروهم هدف هام جدا للدولة أن يقولوا فيه إن احنا فعلا شايفينكم وشايفين مشاكلكم وشايفين طلباتكم وبنتفاعل معها بشكل إيجابي عكس كلام كتير كان في الماضي ممكن تلاقي مثلا المصريين في خارج في قلب الدولة المصرية إنما في قلب الدولة المصرية ماذا قدمت الدولة المصرية حكومة وقيادة لمصريين بالخارج الحقيقة ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال حقيقية واهتمام حقيق ووضع أجندة لكيفية الاستجابة وتلبية طلبات وتطلعات المصريين بالخارج والتطوير اللي بترشهده الدولة المصرية يعني عايزة أقول لك وأقول لحضراتكم إن المصري في الخارج على فكرة هو عايش مثلا في أمريكا ولا في صين ولا في إنجلتنا ولا في فرنسا ولا في أي دولة عربية دايما عينه هو بيشوف الدولة إيه اللي بيتم فيها جديد إيه اللي بيتم فيها جديد بكل ما تحملهم معاني ولا مجرد كلمات لأن أنا بتألفهم مؤتمرات سياسية وحديث حكومي ولا غيره الحقيقة إن الانتقال بتاع الدولة المصرية اللي بيتمناه المصري اللي عايش برة وشايف منوريلي وشايف طرق كويسة وشايف تعامل جيد مع المواطن لما بيلاقي الكلام دوت موجود في بلده بيزيد تأديره وبيزيد اهتمامه وبيزيد ارتباطه بالبلد دي وبتزيد مثلا طبعا يعني عايز اقولك إن كان أحد أكبر التحديات قدام الدولة المصرية ماذا سيفعل المصريين في ظل تغير سعر الصرف في التحولات الدولارية لا المصريين على فكرة كانوا حاضرين بقوة المصريين بالخارج كانوا حاضرين بقوة كانوا فاعلين في كسامة ودعم للدولة المصرية في مواجهة جزء كبير جدا من أزمة سعر الصرف طب المشهد اللي احنا بنشوفه ومنتابعه حتى عبر النوافذ الآن من مقرات وبعثات الدبلوماسية فيه نتكلم على 137 مقر في 121 دولة 14 مليون مصري رسائل هذا المشهد للخارج للعالم يعني كيف يتابعنا العالم يعني دي نقطة مهمة جدا نحن بنقول للعالم كله إنه المصريين بيصوتوا بكثافة وقادرين على اختيار من يمثلهم أيا كان من سيربح في هذه الانتخابات رسائل الخارج شايفها زافند بس رس محمد المتابعة للليجان الانتخابية 137 مقار الانتخابة على مصور 122 ومه 21 دولة أنا بقولك مش كده وبس لا ده الخارج هيتابع الداخل الإدلاب الأصوات في الخارج اللي بدأ النهاردة ثم بعد ذلك بداية من 10 12 في الداخل أنا يمكن بقول دايما على فكرة إن الرئيس القادم أيًا كان يعني بعيدا بقى إن إحنا ننتمي أو ندعم مرشح أو آخر لحب نتكلم على الانتخابات الاسية فيها أربع مرشحين تنافسين أربع مرشحين ويتنافسوا في الانتخابات القادمة يمكن أكثرهم حظوظا الرئيس عم فتاح السيسي لأنه يحمل أجندة مما تم ماذا قدم لا لديه ما قدمه بصرف النظر إنما عندنا أربع مرشحين الحقيقة إن في ظل التحديات اللي بتحيد بالدولة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج تحديات اقتصادية لا ينكرها أحد في الداخل وتحديات في صياغة العلاقات الدولية والتأكيد على أن مصر ستظل بصلة الحل وقبلة حل أي مشكلة في منطقة الشرق الأوسط وحاضر قوي في هذه المنطقة بالتاريخ والجغرافيا يعني خلينا بس نتكلم أن مصر ستظل هي قبلة حل أي مشكلة في منطقة الشرق الأوسط وده على فكرة كان ترجمته لأحداث الأخيرة بعد إعلان الهدنة في أحداث غز هقول لحضرتك أي أن كان من سيئاتي عبر سنديق الانتخابات من المرشحين الأربعة من المهم جدا في الخارج وفي الداخل وده اللي بيتابعوا الإعلام الغربي وده اللي بيتابعوا العالم كله كيف سيكون حضور المصريين في الانتخابات الرئاسية مش مسألة إن حضروا كسب بأغلبية انتخابية وده الدموية هي دي ديمقراطية إنما لا مسألة كم الحضور كثافة التفوير نسبة المشاركة نسبة المشاركة دي بتفوض وبتعطي الرئيس القادم أيا كان منهم رشحين الأربعة أنه أتى بختم الشعب مش بختم السندوق بس أتى بتفويت شعب حقيقي وقوي أتى بحشود شعبية حضرت قدام المقار الانتخابية واختارت الرئيس القادم والكلام ده على المصير وخارج بالداخل اختارت يعني احنا بنتكلم على أكتر من 70 مليون ناخب أو 60 مليون ناخب بنتكلم أهمية حضور أهمية الحضور بكثافة انتخابية ده لأ انت بتكلم بمثابة تفويد شعبي بيقول إن الرئيس القادم مش قادم بأغلبية انتخابية بس مش بأغلبية سندوق بس ده بأغلبية اختيار استقرع عليها شعبه وجموع الناخبين إن احنا بنديلك تفويد لإدارة هذه التحديات وموجة هذه التحديات اللي هتواجهها دولة مصرية خاصة في الفترة الجاية سواء بقى تحديات على المستوى الدولي تحديات على المستوى منطقة شرق الأوسط تحديات على المستوى العربي تحديات على المستوى الداخلي التفويد الشعبي أن يأتي الرئيس القادم محملا أو محملا بتفويد شعبي بحضور كثير في اللجانة الانتخابية أنا بقول ده أقل دور يجب أن يقدمه المصريون لمصر التي تريد أن تستقر اقتصادية وتريد أن تزيد ريادتها وتزيد قوتها وتزيد قيادتها في منطقة شرق الأوسط على مستوى العربي وعلى مستوى الدولي ده على فكرة مش مسؤولية رئيس ده مسؤولية شعب يجب أن يكون حاضرا خلف الرئيس عبر الانتخابات